إنما بخاف من إنه أتشوه أو أه لا أصد المشترك مش بقوله لإني أنا ضد الراجل ومن شرم الشيخ مع مادو الأمر من وراء نازت الكل الأداء ده من شرم الشيخ حسيت كده في مباراة الزمالك إزاك عشور إخبارك أنت مناور دائماً وأنا سعيدة إنه الدكتور وليد الحسيني أقام المهرجان أخيراً وقهر الكورونا والظروف الصعبة شايف إن المهرجان ويبقى فيه مواهب غنائية كتير وأنتي عدوا رجل التحكيم شايف التجربة إزاي وشايف مدى صعوبتها منتدى مصر الدولي لكنوز الإبداع وده الإسم الرسمي للإحتفالية الكبيرة اللي يشرف عليها وليد الحسيني من سنوات يعني دي الدورة الرابعة أعتقد هي بتشجع الفرق الشبابية العربية من كل الوطن العربي تيجي تشارك فيه سنجلز أغاني خاصة وفي فئة طبعاً الفرق جاي من الجزائر أكتر من نجم كبير غير إنه طبعاً معنا نجم غناء جزائري كبير في لجنة التحكيم لجنة مشكلة يحلمو بجي بكرة إن شاء الله هيوصل النهاردة ما عارفش الظروف خاصة بيه الحقيقة حمادة الحسيني وليد الحسيني أنا معرفتي بيهم كانت من أربع سنين ميسا الورد تفكر برنامجي اللي كنت بقدمه ميسا الورد خلص وقررت بعد ما نقلت من المحور لتن إني أعمل حاجة اسمها حلوة يا دونيا فرحت لهم قلت لهم ما فيش فلوس وعايز أعمل أغنية أو تيمة لبرنامجي حلوة يا دونيا ناس غير عاديين رائعين شوق إحجاب الشاعر العظيم داني الكلام ولحناه يمكن في يومين عملوا للأغنية وبقت هي تيتر حلوة يا دونيا واللي عملت منه تريندات عالسوشال ميديا لأنه قناتا في وقتها يعني دلوقتي ما شاء الله بقت أنشط في وقتها كانت يعني الفرجة بتاعتها أضعف شوية دلوقتي هتقفل خالص أصلا صحيح بس دلوقتي ما شاء الله يعني بقى ليها جمهورة فكل التريندات عملناها من السوشال ميديا طيب أنت من نسبالك شرم بقى أكتر حاجة بتحبيها فيها إيه وأجن حاجة ممكن تعمليها إيه في رحلتك السحية نعمة باي إحنا مش في نعمة باي لإني أنا باشا أني أمشي في الميا أعوم وامشي أعوم وامشي وأنا لسا الميا ما وصلتش الوسطي بالرملة الحلوة هنا الـ all around الحتة كلها تقريبا صخرية فمش مشكلة يعني بنزل على طول على الغويت بس أنا متعتي الرمل بحب الرملة والميا أجن حاجة عملتها إني طلعت في البالون ومرة وطلعت مرة تانية في اللانش كان حد كده بنعمل سكي بس ما حبيتش أقرارها كانت خطيرة طيب تقلق إنتي بالعاجة دي ما بحبش بحترم جسمي بخاف عليه ما بحبش أعرض جسمي لحاجة تكسر رجلك رقبتك مش بتموت لو بتموت مش مشكلة يبقى ده نتشرح عليك ما عنديش ما بخافش من الموت مفيش حد بحب ربنا بيتخاف من الموت يعني ده لقائي بيه إنما بخاف من إنه أتشوه أو 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 طب ده أنت يراك في رمز اللي بيعملوا في كل ضيوف وده بيبهدلهم آه والله أنا معرفش هما بيطلعوا معا ليه ده السؤال يعني السؤال الكبير بطلعوا معا ليه ويعرضوا جسمهم فقرات ظهرهم آه أنا أحياناً بتخد يعني بتشوف ستات كبيرة في السن في السبعين في ناس طلعت نجمات في السن ده ليه؟ سؤال كبير فلوس حلوة ممكن؟ يا دي الفلوس اللي بتزل يا دي الفلوس اللي ملهاش لازمة ما عرفش هو أكيد في ناس بتستفيد ربما في إنعاش وجودها في الميديا يعني أنا مواظبة ميديا تلاقيني في المهرجانات موجودة ففي ناس تبقى لها مدة بعيدة فعايزة ترجع وبيجي لها الكمباك عن طريق رامس فتيجي على نفسها عشان الشهرة عايزة تخدمها الشغلانة بتاعتنا تواجد دائم اجتهاد يومي طيب دلوقتي الموضوع بتاعنا يرى أشرف قلب الدنيا بشكل مش طبيعي رابع حادثة حصلت في المنصورة برضو البنت تانية يعني عايز تقولي ايه عن ده وعن الناس كمان اللي كان بتدافع عن محمد عادل وعايزة يطلع براءة أوه موس يعني هو في جيوش لازم نستوعب ده في جيوش مجيشة على الميديا في فكر ظلامي في فكر سوداوي يضطهد المرأة يعتبرها مش اكتر من ملاز الراجل هذا المنطق الجاهلي ولأ حرام احنا منهين الجاهلية هم اسوأ من كده بكتير يعني فهو فارد نفسه في الميديا انا عارفة انه انا بطلع دايما بقول كلام مع المرأة مش بقوله لاني انا ضد الراجل لكن لاني حاسة قد ايه فعلا كم التنازلات العمالة الستة تقدمها وما بتاخدش قصادة غير انها بتندبح تختصب يعني اللي بيحصل ده يحتاج الى وقفة ده من وجهة نظري ومنتوضعة لاني انا مش اختصاصية مع خاصيين اجتماع يقولولنا ايه المنظومة الغلط دي اللي طلعت جيل مش عارفين نحط له حدود وايه العقاب هل لما نشوف واحد عمالة رجليه تطوح كده بالمشانق عشان يتخضوا لانه غير كده ما فيش حد بيتخض مش شايفين بيموتوا ما منعرفش ماتوا ازاي فيمكن يمكن الله اعلم وفيه ناس تقولك لا اصلا امريكا وقفت الاعدام العلني لا انا مادلان اللي مليش علاقة بالعلم الاجتماع انا شايفة انه قد قد شوف كمان قد لانه ما عودناش عارفين التوحش ده جاي منين جاي منين جاي منين جاي منين اشتركوا في القناة